أهلا بكم في مقال اليوم الذي سنشرحه سنتحدث عن التحذيرات الأمريكية من هجوم إيراني وشيك على إسرائيل بسواريخ باليستية عقب تواغل القوات البرية الإسرائيلية في لونان واستمرار الهجمات الجوية فالصفار الأمريكية في القدس طلبت من موظفيها الاهتماء بسبب التهديدات المحتملة بينما أكدت الولايات المتحدة استعدادها لدعم إسرائيل في الدفاع عنها ضد هذا الهجوم الهجوم المتوقع يشبه هجوما نفذته إيران في أبرير الماضي ردا على ضرب إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق عنوان هذا المقال هجوم إيراني على إسرائيل وشيك إيراني على إسرائيل وشيك Another drone and missile strike might happen at any time according to Washington هجوم آخر بطائرات مسيّرة drone وصواريخ missiles أو missile نطقين صحيحين قد يحدث في أي لحظة Might happen at any time وفقا لواشنطن According to Washington Washington لأن في الإنجليزية لا ننتقى هذا الهرف هذا الصوت Iran is allegedly preparing a ballistic missile strike On Israel Several media outlets have quoted anonymous U.S. officials as saying After Israeli ground forces entered Lebanon يزعم أن إيران تستعد لهجوم صاروحي باليستي على إسرائيل إيران is allegedly يزعم allegedly preparing a ballistic missile strike on Israel كما نقلت عدة وسائل إعلام عن مسؤولين أمريكيين مجهولي الهوية Several media outlets have quoted Media outlets وسائل إعلام Have quoted anonymous U.S. officials مسؤولين أمريكيين مجهولي الهوية Anonymous يعني مجهول الهوية يعني لم يذكر اسمه As saying After Israeli ground forces entered Lebanon بعد دخول القوة البريا الإسرائيلية إلى لبنان The Israel Defense Forces IDF announced limited localized and targeted ground raids against Hezbollah in southern Lebanon in the early hours of Tuesday after more than a week of intensive airstrike أعلنت قوة الدفاع الإسرائيلية عن غارات برية محدودة ومركزة announced أعلنت limited محدودة localized مركزة and targeted يعني مستهدفة raids raids غارات raids ground raids غارات برجية against Hezbollah in southern Lebanon in the early hours of Tuesday في الساعات الأولى من صباح الثلاثة early hours ساعات أولى after more than a week of intensive airstrikes بعد أكثر من أسبوع من الغارات الجوية المكثفة intensive مكثف indications مؤشرات على أن إيران تستعد لشني هجوم صاروخي باليستيكي وشيك ضد إسرائيل that Iran is preparing to imminently imminently يعني ترجمت هنا إلى وشيك يعني very soon وشيك very soon قريبا تستعد لشني هجوم صاروخي to launch a ballistic missile attack against Israel نقلا عن مسؤول أمريكي رفية citing a senior US official citing a senior US official الذي رفض الكشف عن هويته who wished to remain anonymous يعني الذي رغب في البقاء مجهولا who wished to remain anonymous a senior Israeli official told the outlet that the US warning came at around noon local time and that a strike was expected in the next few hours قال مسؤول الإسرائيلي رفيع للمنفذ الإعلامي إن التحذير الأمريكي وصل حوالي الظهر بالتوقيت المحلي a senior senior تعني رفيع لمستوى دو يعني رتبة عالية في الجيش أوفيشل مسؤول told the outlet outlet عموما تعني منفذ لكن هنا المقصود به قناة أو مجلة أو لم يذكر ما هو نوع وسيلة الإعلامية هنا هي وسيلة إعلامية معينة قد تكون صحيفة قد تكون تلفاز يعني تلفزيون قناة تلفزيونية أو قناة إذاعية told the outlet that the US warning أخبر الإعلام بأن هذا التحذير الأمريكي warning came at around noon جاء وصل حوالي الظهر noon بالتوقيت المحلي local time and that strike was expected وأنه من المتوقع حدود هجوم in the next few hours خلال الساعات القادمة the US embassy in west Jerusalem has instructed all its staff and their families to shelter in place due to potential rocket and drone strikes but did not specifically mention Iran وجهت السفارة الأمريكية في القدس الغربية جميع موظفيها وعائلاتهم بالإحتماء في المكان بسبب احتمال وقوع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة لكنها لم تذكر إيران بشكل محدد إذن ف US embassy US embassy السفارة الأمريكية in west Jerusalem has instructed يعني أصدر التعليمات has instructed كل موظفيها all its staff 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 هي الموظفون staff العاملين الهيئة كل الموظفين مجموعة العاملين and their families to shelter in place ورجعت لهم تعليمات بالإحتماء في المكان يعني في المكان الذي يتوجدون فيه due to potential rocket بسبب احتمال due to due to بسبب potential rocket and drone strikes هجمات الدرون والصواريخ المحتملة potential potential محتمل but did not specifically mention لم تذكر بشكل محدد إيران وقال المسؤول المجهول في البيت الأبيض لأكسيوس وكذلك لشبكتين CBS وCNN نحن ندعم بشكل فعال الاستعدادات الدفاعية للدفاع عن إسرائيل لضهاد الهجوم ندعم بشكل فعال الاستعدادات الدفاعية للدفاع عن إسرائيل لإسرائيل 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 سيحمل عواقب وخيم على إيران a direct military attack from إيران against Israel will carry will carry سيحمل severe consequences severe وخيم consequences عواقب IDF spokesman Admiral Daniel Hagari said the U.S. has informed Israel of Iranian preparations to fire missiles at Israel imminently but that no air threat from Iran has yet been detected قال المتحدد باسم الجيش الإسرائيلي كلمة spokesman تعني متحدث باسم الأدميرال Daniel Hagari إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل The U.S. has informed Israel باستعدادة إيرانيا لإطلاق صواريخ على إسرائيل Iranian preparations or Iranian preparations to fire missiles at Israel imminently بشكل وشيك imminently but that no air threat from Iran has been yet detected لكن لم يتم رصد detected رصد قبل الفعل and defense مع شركائنا من الولايات المتحدة together with our partners from the U.S. ونتابع التطورات في إيران معا and are following the developments in Iran together an Iranian attack on Israel will have consequences 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 عواقب consequence the U.S. official cited by CNN said Washington expected the attack to be similar to the one Iran carried out in April وقال المسؤول الأمريكي الذي نقلت عنه CNN إن Washington تتوقع أن يكون الهجوم مشابها similar للهجوم الذي نفذته إيران to the one Iran carried out carried out نفذت the U.S. cited by CNN said Washington expected Washington توقعت expected the attack to be similar and يكون الهجوم مشابها to the one Iran carried out in April the drone and missile barrage was the first ever Iranian strike on Israeli soil كان الهجوم بالطائرة المسيرة والصواريخ والضرب الإيرانية الأولى على الأراضي الإسرائيلية the drone and missile barrage was the first ever Iranian strike on Israeli soil تيران had announced it via the UN and said it was a reprisal for the Israeli airstrike on the Iranian consulate in Damascus which violated diplomatic conventions كانت تهران قد أعلنت ذلك عبر الأمم المتحدة وقالت إنه كان ردا على طربة الجوية الإسرائيلية على القنسولية الإيرانية في دمشق والتي انتهكت الاتفاقيات الدبلوماسية تيران رنوص it via the UN and said it was a reprisal reprisal رد انتقام for the Israeli airstrike on the Iranian consulate in Damascus which violated diplomatic conventions اتفاقيات diplomasية diplomatic conventions the strike also killed Iranian general محمد رضا زاهدي كما أصفرت الضربة عن مقتل الجنرال الإيراني محمد رضا زاهدي the strike also killed Iranian general محمد رضا زاهدي during the april attack the u.s and israel claimed to have shot down most of the incoming weapons while israel said the handful that got through did not cause much damage خلال هجوم أبريل زعمت الولايات المتحدة وإسرائيل أنهما أسقطت معظم الأسلحة القادمة بينما قالت إسرائيل إن القليل الذي وصل لم يسبب أضرارا كبيرة incoming weapons يعني الأسلحة التي وصلت القادمة incoming قادم handful handful القليل handful handful مقدار قليل تعني كذلك قبض حفن مقدار الذي تحمله في يدك in your hand damage الأذى الضرر Tehran meanwhile insisted that the objective of the strike was achieved في المقابل أصرت Tehran على أن الهدف من الضربة قد تحقق Iran also vowed to respond to the Israeli assassination of Hamas leader Ismail Haniyah in early August but ended up not doing so كما تعهدت Iran بالرد على اغتيال إسرائيل لقائد Hamas Ismail Haniyah في أول أغسطس لكن ها لم تفعل ذلك في النهاية إران also vowed تعهدت vowed to respond to the Israeli assassination اغتيال of Hamas leader Ismail Haniyah in early August but ended up not doing so لكن ها لم تفعل ذلك في النهاية in mid September Israel launched a campaign against Hezbollah the Iranian backed Shia militia in Lebanon the Iranian Iranian backed Shia militia in Lebanon يعني الميليشيا الشيعية المدهومة من إيران in Lebanon في لبنان Iranian backed يعني مدعومة من إيران Iranian backed نقول مدعوم من أمريكا نقول American backed in mid September يعني في ملتصف September Israel launched a campaign campaign حملة launched a campaign شنت حملة شكرا على المشاهدة وإلى لقاء في درس لحق